منذ أكثر من تسعة أشهر وأسواق العراق تعيشوا اضطراباً غير مسبوق من انخفاض الدينار يقابله ارتفاع في أسعار صرف الدولار وسط فشل حكومي في السيطرة على الأسواق الموازية التي تعرف بالسوداء على الرغم من بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي سويفت الأسواق الموازية في العراق ما زالت تسجل ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقارنة بالسعر الرسمي حتى بلغت الفجوة بين السعرين للدينار مقابل الدولار 20% وهي أكبر بكثير من المصويات العالمية المتعارفة عليها التي تبلغ نحو 2% فقط اقتصاديون كدوان الفجوة الكبيرة بين قيمتي الدينار والدولار تعود إلى منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم القيام بتهريبه إلى إيران يضاف لذلك الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية بسبب عدم سماح البنك المركزي لهم بشراء العملة الأجنبية بالسعر الرسمي هذا الانهيار وعدم الاستقرار للدينار والدولار على حد سواء دفع واشنطن إلى التهديد والتلويح بعقوبات على القطاع المصرفي العراقي في حال سمرار عمليات تهريب الدولار من قبل الأحزاب وميليشياتها إلى إيران وهو ما تحدثت به صراحة مصاعدة وزير الخزانة الأمريكي إليزابيث روزنبرغ خلال زيارتها لبغداد مؤخرا تهريب للعملة واحتيال وغسل أموال عرضت العراق إلى مخاطر اقتصادية وحالة عدم استقرار عام جعلت البلاد تبتعد كثيرا عن المعايير الدولية لمنع الأنشطة غير القانونية والتهرب من العقوبات في وقت لا تزال مصارف تابعة لأحزاب السلطة تعمل على تهريب العملة إلى الخارج وتتخذ من الفجوة الكبيرة بين الدينار والدولار مردودا ماليا مربحا لها حتى لو زاد ذلك من هشاشة دولة يقف هؤلاء على هرم سلطتها